ان هو بيجي في شنطة. ده اه على فكرة بيعمل الف تمنمية وخمسين يعني انا شريب الف تمنمية وخمسين. تمام? ده طبعا انا شريعه عن طريق سوء دوتكم. والمسافة بتاعته في اي اتجاه انا عايزه. انا لسه هفتح هو دي الشحنة لسه واصلة. تمام? وتعمدت ان انا نفتح الشحنة قدامكم. دي العلبة بتاعته بالشكل ده اهي. تمام? دي علبته. تمام? سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكو يا جماعة. تحياتي الكل يناس الجميلة اللي انتبعنا وانا عارف ان الصوت في مشكلة بقى يوميك تلاتة. بس عشان مشكلة الصوت اه اشترينا مايك اهو. وتعمدت ان انا ما نفتحش المايك ده اللي قدام الكاميرا. تمام? ده طبعا انا شريعه عن طريق سوء دوتكم. والمايك ده انا عندي دراية بيجي يعني كبيرة جدا لقينا بتحب نشتغل بالمايكات دي. هنبدأ نفتح دلوقتي عشان نعرفكم. طبعا الحلقة دي انا عاملها للناس اللي هي اه على يوتيوب او الناس اللي بتعمل حلقات على اليوتيوب وبالاخص اللي هما بيشتغلوا في الكلاب علشان طبعا الناس دي بتحتاج ان هي تمشي شمال ويمين بتحتاج ان هي تتحرك كده وتتحرك كده. تمام? الناس دي بتحتاج ان هي تتحرك في وسط الكلاب. عشان تتحرك في وسط الكلاب او تتحرك في ايه اتجاه ومعاك مايك بسلك طويل زي اللي انا صورت بيه قبل كده دي مشكلة في حد ذاتها. لكن ممكن تستعمل المايك اللي بسلك طويل لو انت مسلا قاعد مسلا اه قاعد مسلا قريب مسلا اه من من الكاميرا قاعد لو انت قاعد ما بتتحركش لو انت بتصور اه مشكلة هي الكلبة هي زي كده. لكن التدريبات والحركة والكلام ده كله لازم مايك لاسلكي. طبعا انا طلبت مايك لاسلكي انا لسه هفتحه اهو دي الشحنة لسه وصلة. تمام? وتعمدت ان انا نفتح الشحنة قدامكم. من غلفة تغليفة ايه? قطمة قص ولا حسنا? طبعا تغليفة هنبدأ نفتح الشحنة. هنبدأ نفتح الشحنة. هنبدأ نفتح الشحنة وضيب مصر. ادي جماعة المايك اللي انا بنشتغل به انا بنحب نشتغل باي مايك بوية. تمام? اهو. ادي المايك بشكل المايك اللي انا بنشتغل بيه. طبعا ممكن يكون مختلف عن الاولاني لسه ربنا يصطر بقى واشو احنا نشوف اخبارها ايه? طبعا مشكلة مشكلة لما تصور فيديو. لا واضح ان هو. لان انا شاهد ان العلبة هي هي العلبة بتاعة المايك القديم. المايك القديم قعد معي ثلاث سنين على فكرة. ثلاث سنين مساحة كويسة جدا. طبعا ادي الشنطة بتاعة المايكة هي. تمام? لان هو بيجي في شنطة. ده اه على فكرة بيعمل الف تمنمية وخمسين. يعني انا الشريب الف تمنمية وخمسين. بس خلوته ان هو بيتحرق. اه انا شايف هنا تلت كطع وهنا كطعتين. يا رب يكونوا بعقتولي تلت كطع. انا شارل اللي هو كطعتين. تلت كطع ده علشان لو انت معك اه ضيوف او اه اتنين اتنين واقفين بيصوروا معك كل واحد يبقى معك كطعة. تمام? اه كطعتين بيبقى في كطعة في الكاميرا والكطعة اه انت مركبها في هدومك طبعا بتشتغل بيه. طبعا قادي المايك اهو. تمام? معلنا بالحاجات دي كل ده كتلود. هنبدأ نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا كده المايك اهو. طبعا اه شكله مختلف عن اللي كان عندنا. اه. انا شايف هنا. نظام حجارة صوبعة. مختلفة عن اللي كانت عندنا. يعني كده الحجار الصوبعة اللي عندنا بتاعة المايك القديم احنا مش هتركب هم. عايزة لها الحجارة بتاعة الرموت. طبعا وقادي الحاجة بتاعتو ايه? وادي ده كابل بيشتغل اه مايك وتليفون. واكيد في كابل بيشتغل اه اه اهو. ومايك وكاميرا. ده مايك وتليفون وده مايك وكاميرا. تمام? وده الكابل اللي هو اه بتركبه في الهدوم. تمام? اهو. هنا المشكلة بقى في الحتة جيب الزات الحجارة اللي هي. في هنا واي فاي. انا شايف انه في واي فاي. تمام? طبعا الحجارة بتاعتنا فين هي? الحجارة بتاعتنا مش هتكامل. يعني دي مشكلة في حد ذات. طبعا مشكلة في حد ذات. اه ده هيشتغل يا جماعة بحجارة رموت ولازم حجارة رموت شح. طبعا لازم حجارة شح. مش اي حجارة يشتغل بقى المايك ده. مش اي حجارة المايك ده يشتغل بيه. كده هنضطر ان انا نجيب له حجارة رموت شح. اه اللي بتركب هنا. تمام? طبعا دي هنجيبها بقى اه المكان هنا عند المزرعة مفيش. يعني انا شايف هنا. اه دي هتركب عليها حجارة رموت شح. طبعا اه ربنا يسطر بقى ونشوف لسه. كده الحجارة القديمة دي بتاعة المايك القديم كده احنا خلاص اه شلناها. اه تعتبر حجارة خلاص كده ملاش اي داعة. ده هنجيب له حجارة رموت شحن ونبدأ ان احنا نشتغل بيه. تمام? بس طبعا واضح ان واريني كده. كم واحدة? نعم. طب واريني كده اموت. ده هيحتاج حجارة رموت شحن يا مصطفى. حجارة رموت شحن. تمام? يركب كده. اهي. قد كده واحدة? اه. لا مش هتشتغل ضعيفة. دي حجارة رموت شحن. لازم احنا رموت شحن. مش هتشتغل دي. دي طبعا هنغازوها النهاردة. تمام? طبعا كده جماعة هنضطر ان انا نجيب له حجارة رموت. طبعا بس المايك ده. اه انا بنرتخل المايكات دي جدا لانه المايكات ديت اه سهلت الحركة ومتاح ان انت تتحرك بيه في اي اتجاه. وبازن الله اه هنشغله بقى ونبدأ نصور بيه بس كنت حابب ان انا اوريكو المايك اللي انا هنشتغل بيه بازن الله بمشيت ربنا. وهيتلع صوت جميل جدا وصوته بيكون واضح في اي حركة في اي اتجاه. طبعا يا جماعة بعد ما اشترينا البطاريات اهي انا عايز نورها لكم. احنا طبعا دلوقتي جبنا اه بطاريات اربع بطاريات اه هم تقدي البطاريات اللي هي بتاعة المايك الجديد تمام غير البطاريات القديمة خالص البطاريات القديمة اللي هي الصبع التخينة اهي تمام دي كان بالشكل ده اللي هو التخين ده اهي تمام اهي وطبعا ده المايك القديم يعني هو هو المايك تمام بس طبعا بتالي ان في اختلاف التكنولوجيا بتاعته ده تكنولوجيا وده تكنولوجيا تانية. تمام? هو هو المايك. هو هو شكل واحد ومأس واحد والكلام ده كله. تمام? تعالوا بقى نشغل المايك الجديد عشان نشوف فرق الصوت. الحلقة دي انا عاملها للناس اللي هم دي ممكن وضع اليوتيوب. اه الناس حبيبي الناس اللي بتربي كلاب اللي حابين يكون معهم صوت كويس في الفيديو بتاعهم. وفي نفس الوقت ان هو يعرف يتحرك وسط الكلاب يحمي يتشرب يأكل. وفي نفس الوقت يكون صوت عنده كويس. دي طبعا حاجة احنا بنعملها كده محبة للناس عشان اه ممكن ان هو يستفاد من الموضوع ده. المايك ده قلنا عامل الف وتممية وخمسين جنيه. تمام? هنبدأ دلوقتي نشغل المايك علشان طبعا انا هنركب الحجارة اهو. تمام? اهو. دي الحجارة دي الحجارة دي شاحنة على فكرة ولها شاحن. يعني انا كان عندي الشاحن بتاع الحجارة القديمة. تمام? الحجارة دي الحجارتين دول بيعملو خمسة وتمانين جنيه جماعة. كده النور اهو. تمام? طبعا الكابلة ده عشان انا بنصور بتليفون دلوقتي. فالكابلة ده بيشغل تليفون ومعاها كابلة تاني بيشتغل كاميرا ديجيتال. تمام? فحنبدأ دلوقتي ان انا نوصل كده عشان نجرب الصوت. طبعا كده يا جماعة الصوت واضح. اهو. بتقالي ان الصوت افضل كتير من الصوت الاول. تمام? الصوت كده واضح دلوقتي. تمام? في حاجة كمان اه من شوية انا جربت المايك برضو بيديني مسافة زي تلاتين متر او اربعين متر. ان انا ممكن نتحرك فيهم ونصور باي طريقة انا عايزها. تمام? وطبعا ده بيكون محطوط في جنبي كده. يعني ما بيكونش اه في مشكلة بالميشة للتلاب. وبحط طبعا ده تحت الهدوم بيبقى هنا كده قريب مني. طبعا بيديني صوت قوي والمسافة بتاعته في اي اتجاه انا عايزه. ده جميل جدا لمدربين الكلاب والناس اللي بتربي كلاب. وكمان جميل للناس اللي هي بتصور في اماكن مفتوحة. بتصور في اه ملاعب. بتصور في حاجة زي كده. طبعا ده بيكون جميل جدا ليه. ده اللي انا كنت حابب ان انا اشاركه معاكم النهاردة على فكرة انت لو لاحظتم ان الجو الليل عبال مبعدتي جبت البطاريات بتاعته جيه. دي العلبة بتاعته بالشكل ده اهي. تمام? دي معا شنطة اللي هي بالشكل ده. تمام? ادي يا جماعة الشحنة اللي جات للنهاردة. شنطة صغيرة كده صمرة. تمام? ودلوقتي انا كل اللي انا عملته ان انا لميت الميتات القديمة. الميت القديم اللي هو باز عندي. طبعا ده الناس اللي هتسألني قعد معاك قدي مسافة عشان انا عارفوا ان المصريين بيسألوا على الحتة دي بالزات. قعد معاك قدي علشان يبوز قعد معاه تلات سنين. تلات سنين الميت ده شغال ده جميل جدا. تلات سنين وانت بتتحرك وبتطلع وفي شمس وفي هوا وفي مية وفي شتة بيترتش عليه وهو متعلق في جنبك. الحاجات دي كلها طبعا استحمل معايا كتير بصراحة اه مزعنيش في اي حاجة. وقا دي الكابلات القديمة بتاعته الكابلات دي مش مزعلاني يعني مش هتترامي. هنستعملها مع الماك الجديد لا قدر الله لو فيه كابل انقطع ولا اي حاجة. اه كده انا معايا يعتبر الماك الجديد وقطع غير ليه. تمام? فدي حاجة كويسة يا جماعة. اه يارب ان الحلقة جاء اجبتكم وانا تعمدت ان انا نكمل معاكم الحلقة وهنحتفظ بقى بالحاجة القديمة كلها. تمام? مش هنرميها يعني ومش هنضيعها. تمام? علشان الجديد لو حصل فيه ان كابل لقدر الله انقطع اه فيه اه حاجة عتلت هناخد من القديم ونحط في الجديد. اه تحياتي لكم جميعا تحياتي لكل الناس انتابع معنا بس المشكلة بقى عندي ان لو البطاريات خلق بازت لأ لازم نجيب بطاريات تانية لان البطاريات هنا النظام غير النظام القديم ان القديم كان بطارية واحدة دخيلة لكن ده بطاريتين صغيرين زي بطاريات الرموت تحياتي لكل متابعينا ويا رب الحلقة دي تعجبكم وادي الصوت يا جماعة الطبيعي. تمام اهو. اه صوت اه واضح جدا وصوت ناقي. اه تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرط بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور.